محتاجين يا أستاذ محمد يعني في ظل كل الكلام اللي قاله الدكتور يسري كلام بشر نسب مبالغ ثروات إلخ إلخ العطلة فين؟ العقدة فين؟ في البداية تحياتي لحضرتك والدكتور يسري والأستاذ المشاهدين في كل مكان لو في عنوان للحلقة دي أنا كمحمد نصار هسميه القارة تنطفض القارة الأفريقية تنطفض وفي بداية حضرتك بالكلام قلت التغيرات الاقتصادية والسياسية التغيرات دي لازم نرجع خطوة الورق مش والدة اليوم في حدث عالمي حصل عايزين نقف عنده اللي هو يوم 2 مارس 22 لما دعوا للقمة الطارئة للأم المتحدة على غرار الحرب الروسية الأوكرانية وكانوا عايزين يدينوا الهجوم أو الغزو الروس الأوكراني للأرض الأوكرانية في الوقت ده ظهر تصويت للدول الأعضاء في الأول المتحدة يظهر لك أن تراجع الدور الغربي الأمريكي كزي ما قال الدكتور لحساب الصين وروسيا لقينا أن المؤيدين من الدول الأفريقية فقط 51% للقرار وعندي 31% غائبين لم يحضروا و 15% من الدول الأفريقية ضد القرار إذن النهاردة التغيرات دي مش والدة اليوم نحن النهاردة دخلنا في رابع انقلاب داخل أفريقيا في خلال كم شهر وده راجع لأن النهاردة السياسات بتتغير والشعوب بتنطفض ضد الاستعمار ونهب الثروات بتعيدها دولة زي مثلا النيجر دولة عندها احتياط من اليورانيوم ضخم طبعا وتاخد فرنسا لحكتين للمفاعلات النوية هناك الفرنسية وللإضاءة في الوقت اللي أنا عندي تلت سكان النيجر في ظلام تام يعني أنا عندي النيجر من وراب أهلها وفرنسا من وراب اليورانيوم بتاع ايه؟ بتاع الشعب بتاع النيجر فمعادلة بتخلي الشعوب نفسها تبدأ تفكر هو أنا الموارد اللي عندي دي لو هنتكلم في أفريقيا في العموم الإحصائية بتقول لتقرير الأمم المتحدة الإنمائي إن 60% من المعادن في العالم كلها في بطن أفريقي فإذن مصداقا لكلام حياتك والدكتور الاستثمار القادم وبكرة والمستقبل لأفريقيا ولابد أن يكون أفريقي أفريقي ليه؟ لأنه النهاردة حضرتك لما نيجي بقى نتكلم بحديها تامة سواء الصين، روسيا، أمريكا، أي قوة الهند، قوة صعدة أي أن كان اللي هيجي لك من برة هو محتاج منك، هياخد منك سروات بس هو الفكرة كلها إيه؟ إن أنا مثلا عندي فرنسا العقود اللي فاتت كلها في النيجر وفي الجابون وفي كل الدول اللي كانت استعمار فرنسي وثم بعد كده يعني تم إجلاء الاستعمار ظاهريا وكمله بعد كده بالطرق المتعرفة عليها وهو ضمن لنفسه استدامة الموارد دي ومش مشكلة هو مستعمر جوه بجيوشه واخد يعني الإطار بعد كده اللي هو عنده قواعد عسكرية سواء إذا كانت موجودة أو فعالة ولا هي بالإسم لكن هو أهم شيء عنده ضمن الموارد اللي هيخدها من هذه الشعوب طيب الموارد اللي بتطلع دي هو الدهم وقابلها إياه مثلا النهاردة لما نيجي نشوف كده فرنسا عملت إيه في النيجر فين المصنع، فين المفاعل اللي بيشتغل بالطاقة النووية اللي عملته فرنسا للنيجر على مدار مئة سنة إيد التنمية لم تمتد للنيجر لم تمتد وأنا عايز أقول هنا في السياسة أنا عندي حكتين عندي مدرسة واقعية بتقول إن هي المعادلة زيلو سام جيم طرف واحد فقط هو الكسبان الطرف الأقوى والمثاليين بيقولوا المفروض إنها تكون وين وين سيتوائشن أنا أكسب وانت تكسب فإذن النهاردة إيه اللي هيستفادوا المواطق الأفريقي من تغيير الورقة إذا كانت أمريكية ولا فرنسية بالصين أو الروسي هو عايز يجرب لكن الأفضل لنا كلنا كأفرقة وعرب إنه تكون أفريقية أفريقية بحيث التنمية والاستثمار أفريقي من أفريقيا والأفريقي ترجمة نانسي قنقر